السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم أعزائي طلباء في فيديو جديد مشاريع مادة الستيل إن شاء الله في هذا الفيديو رح نبلش في chapter 3 وchapter 3 وهو أول chapter يعني من شبات المادة الستيل اللي بتحدث عن الاناليسيز للتنشن ميمبر في البداية إيش هو التنشن ميمبر وإيش هي قوة التنشن وكيف بتأثر على الستيل ميمبر هذا كلها إن شاء الله رح ندرسه في هذا الشابتر وكيف هي بتسبب فيلر أيوة لا التنشن ميمبر تمام أو لا الميمبر ستعات الستيل طيب ففي البداية أول شيء إيش هي التنشن ميمبر التنشن ميمبر هي عبارة عن ميمبر أو بليتس أو ستيل ميمبر زي ما بدك سميها معرضة إلى قوة شد تمام إذن أنا في عندي ميمبر معرض إلى قوة شد هاي P ultimate نسميها تمام إذن أنا P ultimate عندي هي عبارة عن قوة شد على الستيل ميمبر موجود عندي هاي قوة شد مع زيادتها أيوة فإنها سوف تؤدي في النهاية إلى حدوث فيلر في الميمبر قد يكون هذا الفيلر على أدة أشكال من ضمنها شكل الييلدينج فيلر أيوة ولي رح ندرسه لاحقاً اللي هو إنه الميمبر يصير له ييلدينج يعني يصير له خضوع تمام طيب وهذا الإشي رح نوضحه لاحقاً بالتفصيل بالإضافة إلى إنه الميمبر ممكن يصير له رابتشر يعني ينكسر تمام أو تنقطع حائص صفيحة أيوة ورح نشوف وين الأماكن اللي بصير فيها رابتشر تمام بالإضافة إلى إنه ممكن مثلاً يصير أشكال مختلفة أخرى من الفيلر رح ندرسها لاحقاً في هذا الشابتر طيب في البداية زي ما حكينا التنشي الميمبر هو عبارة عن ميمبر معرض للقوة تنشي وهناك أشكال كثيرة يعني من التنشي الميمبر أيوة بلسبله الترسز بشكل عام هي عبارة عن ميمبر قد تكون معرضة إلى قوة تنشي أو كومبريشن صح؟ طيب إحنا منا ندرس أيها منا ندرس المعرضة إلى قوة تنشي تمام فالترسز أحد الأمثلة على الميمبرز المعرضة لقوة تنشن أو بيور تنشن تمام أيضا في عندنا التاورز اللي هي الأبراج الأبراج فيها ميمبرز معرضة إلى قوة تنشن أيضا لبريسينج سيستمز اللي هي الأنظمة التثبيت تمام فيها ميمبرز بتكون معرضة لتنشن أيضا التايرودز اللي هي عبارة عن رودز يعني بنستخدمها زي وصلة عشان نثبت إشي معين تمام فبتكون هاي معرضة إلى قوة تنشن يعني على سبيل المثال لو كان مثلا أنا عندي مثلا بيم بهذا الشكل أيوة مثلا بهذا الشكل وأنا بدي يعني هنا حاط له مثلا pin joint أيوة فبالتالي أنا بدأ ثبته بدي أثبته مثلا هو معرض لقوة بهذا الشكل فأنا بدي أجي أثبته بثبته برد مثلا على الطرف إشي معين أيوة مثلا بثبته بهاي الرد وبالتالي هاي الرد هي عبارة عن تنشن منبر في هاي الحالة تمام طيب بقولك يعني تصميم التنشن منبرز من أسهل التصاميم اللي ممكن يتمر عليك في موضوع الدزاين لستيل ستركترز تمام طبعا هنا بالستنشن منبرز الكويس فيها أنه ما رح يصير في عندي باكلنك للمنبر كيف يعني ما رح يصير عندنا باكلنك أصلا إيش هو الباكلنك الباكلنك اللي هو الانبعاج تمام يعني أنه المنبر يعني مثلا أنا عندي منبر بهذا الشكل أيوة لو ضغطت على المنبر هات لا أحب بحكي لك لو ضغطت يعني أثرت عليه باكل وضغط ممكن يصير له انبعاج بهذا الشكل يعني يقوس المنبر تمام ولكن إذا أنا شديته يعني فيش عندي منبر أنا بشده أيوة يعني جيب حبل شدها مستحيل يتقوص صح ولا لا يعني مستحيل صيفية انبعاج فبالتالي أنا ما في عندي باكلنك أيوة داخل التنشن منبرز فيعني مشاكل الباكلنك مش موجودة عندي فبالتالي أنا مش مضطر أحل مشاكل الباكلنك تمام طيب تمام طيب نجي مثلا نشوف بعض الصور على التنشن منبرز زي مثلا هاي الكيبلز هاي الكيبلز كلها عبارة عن تنشن منبرز تمام أو يعني بتقدر سميها كيبلز أو رودز طيب أيضا الأبراج أبراج الكهربة مثلا على سمي المثال تحتوي لاحظ إن هزي الترسز تحتوي على منبرز ممكن تكون تنشن منبرز وأخرى ممكن تكون كومبريشن ولكن احنا هنا مهتمين دراسة تنشن منبرز مثلا عندك هذا الترس تمام فهذا الترس مثلا على سبيل المثال لو جيت مثلا قولت في عندك قوة بهذا الشكل هون فهي القوة رح تؤدي إلى تكوين قوة تنشن على هذا المنبر وهذا المنبر تمام وبالتالي هذول عبارة عن تنشن منبرز أيضا في عندنا مثلا التنشن في هذا الشكل زي هذا الجسر أيضاً هذا الجسر في عندنا تنشن ميمبرز على مثلاً التورز هذا ممكن هذا التور يكون فيه عبارة عن تنشن ميمبرز يكون أيضاً زي ما حكينا بالنسبة للرودز الرودز ممكن تكون عبارة عن تنشن ميمبرز وهي أحد أبسط الأشكال للتنشن ميمبرز اللي هي عبارة عن قضبان الحديد يعني كان الرودز مستخدمة بشكل كبير في الماضي ولكن الآن بقولك يعني بالعادة حالياً ما بنستخدم الرودز كثير وانا ما بنستخدمها في أنظمة التثبيت بس يعني إذا بدأت ثبت إشي معين فبثبته برود على سبيل المثال يعني بالترسز الخفيفة أي واند انتمبر كونسركشن وفي المنشآت اللي بتكون من الخشب ممكن نستخدم الرودز لتثبيت الخشب الموجود عندي فهي يعني الرودز يعني زماني كانت تستخدم كثير الآن يعني استخدمها قل بسبب وجود يعني متيريا الأحسن من الستيل أيوة وسكاشن أخرى أفضل زي مثلا السكاشن اللي تعرفنا عليها اللي هي عبارة عن ال-W section أو ال-I section ال-L section اللي هو اللي بنسميه angle مثلا وغيرها من السكاشن اللي ممكن تحمل قوة التنشن تمام مشكلة الرودز اللي هي صعوبة توصيلها مع ال-Structures الأخرى هاي هي مشكلتها يعني إن الرودز ما بتقدر توصيلها ببراغي تمام باللحام نادر فبالتالي الرودز أصلا هي بتلاقيهم يعني عبارة هذا الرودز بتلاقيهم عاملينه تسنين في آخريته تمام بحيث هو يكون نفسه برغي تمام يعني الذيل تاعه يكون برغي يثبتوه في المنبر اللي بديو يوصلوا معاه يعني بشبه نوعا ما لعصات القشاطة تمام أيوة يعني هذا أقرب تشبيه خطر في بالي إنه أنت مثلا في عندك كون اللي هي القشاطة تمام أو اللي هي زي ما أنت بتسميها يعني باللغتك المهم أنت في عندك كون فالعصاية بتكون عبارة زي إنها إلها مسننات بحيث إنها تثبت هون صح في المكان هذا فبالتالي يعني بتيجر تسميها عبارة عن رد طبعا هذا مش معارض لقوة التنشن ولكن يعني هذا أقرب شكل يوصف الرد تمام طيب أيضا في عندنا الرولد شيبس واللي هني هذولة أغلب الأشكال اللي رايحين ندرسهم كتنشي ميمبرز اللي هم زي وخلينا نشوفهم من الكتاب يعني بكون أحسن تمام يعني بالكتاب هاي هم موجودين هون تمام طيب نرجع لهم اللي هم هاي هم بالصور هاي تمام اللي هم في عندنا طبعا إشي بنسميه بلت أب سكشنز أحيانا طيب مثلا أنا في عندي الانجل أو السنجل انجل الانجل اللي هو عبارة عن السكشن السكشن هيك لحاله تمام الدبل انجل هو عبارة عن تو السكشن احنا موصلينهم مع بعض موصلنهم براقي طبعا أو ممكن بلحام عادي أيوة أيضا في عندنا التي سكشن أيوة طبعا هنا في عندنا البار أيوة أو اللي هو الرد نفسه أيوة يعني هذا الكروس سكشن أيضاً في عندنا يعني تيجي تجيب من هون ومن هون وطبعاً يتوصلهم مع بعض على هذول يعني هاي بلايت وهاي بلايت يتوصل هذا هون وتوصل هذا هون فيطلع عندك زي أنه متقابلات في عندنا بلت أب سكشن بهذا الشكل يعني أنه يتيجي تجيب وبيناتهم مسافة وتوصلهم عن طريق إشي من سميه تمام اللي يعباره عن بلايت بس يعني مجرد وصلة بين في عندنا الفلات بار في عندنا أيضاً اللي هو بيكون عبارة عن يعني بهذا الشكل تمام ووصلين هون طبعاً هون بلايت وهون بلايت تمام طيب أيضاً في عندنا الو سكشن أو الاس سكشن اللي هو بيكون عبارة عن اي سكشن أيضاً في عندنا بلت أب سكشن بهذا الشكل نحط چينيل وهون ونوصلهم من فوق بلايت أيضاً في عندنا بلت أب سكشن هنا تحط أل سكشن أل سكشن أل سكشن أل سكشن وتوصل هؤلاء كلاتهم بيناتهم بلايت تمام؟ ويضا في عندنا البوكس سكشن بهذا الشكل يكون انه هون ال هون ال هون ال هون ال ويضا تيجي تحط كلات وهو حواليهم بلايتس تمام؟ فيعني عندنا اشكال كثيرة من السكاشنز الممكن تكون بيلد اوب سكشن او انها تكون عبارة عن سكشنز عادية زي ال T سكشن زي ال W سكشن زي ال L سكشن وغيرها من السكشنز الموجودة معانا تمام؟ طيب نرجع للسلايدز اللي موجودة عندنا طبعا بقول لك هاي الممبرز يعني طبعا هي هاي الممبرز افضل من الرودز تمام؟ ولك بيرر انت بقول لك ار استفر يعني هي عبارة عن اقوى من الرودز وبالتالي وسهلة التركيب ايضا سهلة توصيلها يعني انت ممكن توصلها اصلا عندنا نوعين من الوصلات احنا احنا الممبرز مع بعضها يعني احنا ممكن نوصلها عن طريق براغي او ممكن نوصلها عن طريق اللحام تمام؟ فاذا احنا عندنا نوعين من التوصيلات فقط للممبرز يعني انت مثلا بتكتيجي توصل مثلا L سكشن اللي هو يعني مثلا عبارة عن صفيحة L سكشن ايوا بهذا الشكل يعني هي صفيحة L سكشن هيك تمام؟ نرسمها 3D بهذا الشكل ايوا فالمهم انت عندك هاي الصفيحة يعني بهذا الشكل انت بتكتيجي توصلها مثلا مع بليت من هنا تمام؟ تمام؟ فكيف ممكن توصلها ممكن تجي تحفر براغي او تلحمهم مع بعض هون تعمل لحام تمام؟ فعندنا نوعين من التوصيلات فقط لغير هم البراغي واللحام تمام؟ هاي هنا في عندنا سكشن ايضا محضوطة في عندنا كمان الهولو سكشن اللي هن ال HSS طبعا هاي مش مستخدم كثير يعني في المادة تاعتنا كثير ايوا وينما يعني زي البايبز يعني هي مش مستخدم كثير تمام؟ ايوا ايضا في عندنا ممكن هاي البايبز تكون اه على شكل اه مربع او على شكل مستطيل تمام؟ يعني هاي مش مستخدمة كثير في المادة تاعتنا ولكن يعني وجب ذكرها تمام؟ ايضا في عندنا التاي بليتز تاي بليتز او اللي هي عبارة عن بارز كيف يعني؟ يعني انا في عندي مثلا اه مثلا انا بدي اوصل تو تشنلز ايوا تو تشنلز مع بعض مثلا انا التو تشنلز اللي هم تو سي سكشن تمام؟ ايوا هذول سي سكشن ممدودات ما هم مهيكة صح بكونوا طيب ماشي فانا بوصلهم ببليتون يعني بحط بليتون بعدين ببعد مسافي معين وبرد بحط بليتون بعدين ببعد مسافي معين وبرد بحط كمان بليت وهكذا يعني كل سبيسنج معين يعني بكون في عندي سبيسنج بين كل بليت والثاني هو ان في هاي الحالة انا يكون عندي بليت وراها بليت في مسافي وراها بليت وهكذا هاي منسميها تاي بارز اللي هي بتشبه التايز بتشبه التايز بالعموت تمام؟ هسا العاموت شو فيه استيرابس او البيم شو فيه استيرابس صح؟ اللي هو البيم المسلح تمام؟ البيمات المسلحة او حديدة التسليح احنا شو كنا نجي نحط كانات صح؟ ايوا هاي بتشبه انه مع المال كانات ولكن ايه كانات زي ما تقول استير استركتر تمام؟ بس ايه شو بتكون عبارة عن صفائح؟ يعني مش بتكون كانة والله هي سيخ حديد لا وانا ما هي بتكون صفيحة بليت يعني ايه لها طول ولا عرض تمام؟ وينها سماكة فبالتالي هاي تاي بليتز تمام؟ بكل بساطة وايضا تاي بليتز هاي لها تصميم وان شاء الله رح ندرسه لاحقا احنا في هذا الشابتر رح نهتم بالاناليسز فقط التصميم ان شاء الله للتنشن من برز رح ندرسه في الشابتر القادم اني هو شابتر فور تمام؟ طيب ايضا في عندنا بقول لك الستيل كيبلز شوفناهم وين؟ بالبرجز سابقا ايوة والستيل كيبلز طبعا يعني من مستخدمة ايضا في البرجز بشكل كبير وهي بقول لك عبارة عن يعني مصنوعة 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 خاص تمام؟ ايوة وبحيث انه يكون قوي بحيث انه بقول لك اللوي ويرروبز وبالتالي يعني بقول لك انهم عملوها بقدر معين وهاي الستيل كيبلز يعني السرنكث الها قوية جدا من حيث انها بتشيل ميتين الف او ميتين وخمسين الف بي اس اي يعني انه من ميتين كي اس اي من ميتين كيلو سكوير انش الى ميتين وخمسين كيلو سكوير انش يعني كيلو باند على الانش المربع تمام؟ شايفة تستخدم في البرجز او في الجسور تمام؟ او غيرها من الابليكيشنز الممكن تستخدم فيها فاذا احنا شفنا كثير مقاطع من الستيلز طبعا احنا رايحين اكثر اشي نركز على الرولد شيبز تمام؟ او الستاندرد سكشنز اللي همه اي سكشن او تي سكشن او سي سكشن وغيرها من السكاش الموجودة عندي طيب الان من اندخل في صلب موضوع هذا الشابتر واللي هو الاناليسيز دات تنشن منبر ويوما احكي انا اجزة تنشن منبر يعني انك تعرف قديش هذا المنبر الموجود عندك بشيل قوة قبل ما يصير ذو فيلر والفيلر تنشن منبر اول نوعين من انواع الفيلر تنشن منبر اما تنشن منبر راح يصير ذو ييلدينك واما راح يصير ذو رابتشر طيب شو معنى ييلدينك وشو معنى الربتشر تمام طيب لو فتحنا صفحة جديدة هون تمام ويجينا قلنا او اذكرنا كيف رسمة الستيل سرين لالستيل بار تمام يوما انتخذت في مختبر مواد الانشاء او في احد المختبرات السابقة يو اجينا شو طبقنا رحنا قلنا جيب ستيل مثلا بار تمام بهذا الشكل اعمل عليه تطبيق قوة الشد هذا الستيل بار ظلينا نشد فيه ظلينا نشد فيه ايوة لحد ما وصل لمرحلة اليلدينك اللي هي مرحلة اليلدينك اول مرحلة بوصل لها هذا الستيل بار بحيث لو رسمنا الرسمة بين السترين السترين اللي هو الاستيطالة تمام مع السترس ايوة فانه في البداية بكون هذا الستيل بار في مرحلة الالاستيك بحيث انه الزيادة او العلاقة بين السترين والسترس بتكون عبارة عن علاقة لينير بهذا الشكل تمام بيظل تزيد بزيادة الاسترس بيظل يزيد الاسترين وهو بهاي المرحلة بيكون بمرحلة الايلاستيك يعني المنبر بأخذه بعضي زي المطاط تمام يوم تشدها بترجع لوضعها الأصلي والمنبر برضو في هاي الحالة في مرحلة الايلاستيك مرحلة المرونة بكون المنبر يوم تشده برجع لوضعه الأصلي تمام طيب بعد هيك بوصل إلى إجهاد من سميه إجهاد الخضوع اللي هو إف واي تمام الييرد استرس تمام هذا إجهاد الخضوع يوم يوصل عنده المنبر المنبر ببطل قادر يرجع لوضعه الأصلي تمام أي وطبعا هو بوصل عند إجهاد الخضوع متى يوم ما إحنا نظل نزود اللود نزود اللود اللي عليه فبالتالي الاسترس بيكون عبارة عن ييرد استرس وطبعا يوم ما أحكي استرس أي استرس بالدنيا شو بيساوي فورس أوفر ايريا معناته الفورس اللي عليه على مساحة البار هذا الموجود عندي صارت بتساوي إف ييلد تمام أي ووالييلد استرس هاي يوم ما يوصلها زي ما حكينا هو رح يدخل في مرحلة البلاستيك إنه ببطل يرجع لوضعه الأصلي فإذن هو بقولك رح يدخل في مرحلة البلاستيك تمام بعد هيك القوة رح تثبت بشوي أي ووه وبالتالي يعني هو رح يصير ييلدينك وبعد هيك بقولك الاسترس أي و بزيادة الاسترس رح يظلها يزيد الاسترين اللي عندي والاسترين اللي هي مقدار الاستطارة الخاصة بهذا البار رح يظلها تزيد تزيد وإحنا رح يظل نزود الاسترس لحد ما نوصل لعند اللي هو أعلى إجهاد بتحمله الاستيل الموجود عندي اللي هو أعلى إجهاد بتحمله الاستيل قبل ما يصير له فراكتر قبل ما ينكسر تمام طيب وبعد هيك طبعا إحنا الاسترس ببلش يقل وبصير له فراكتر لهذا البار تمام طيب فأنا هنا استنتجت شيئين مهمين بخصوص الاستيل أول نقطة اللي هي إنه الاستيل ممكن يفشل نتيجة الييلدينك واللي هي طبعا ليش أنا بسمي عند الييلدينك فشل لأنه بكون الاستيل بار وصل لمرحلة خضوع يعني ما رح يرجع لوضعه الأصلي يعني انطعج هل يعقل أنا أصمم مبنى أو يعني تنشي المنبر أيوة والله إنه بس أشده أشده تمام وبالتالي استطالته تزيد وبالتالي طبعا يصير له ييلدينك أو يصير له خضوع يعني هذا المنبر مثلا لو استطالته زادت بهذا الشكل يوم صار له خضوع طيب يوم استطالته تزيد مساحة المقطع هذا بتتقل وبالتالي قوة تحمل المنبر بتتقل وبالتالي احتمال إنه ينكسر ويصير عندي فيلر بتتقل تمام بتتزيد يعني إنه يصير له فيلر أو ينكسر هذا المنبر رح تزيد هاي القصة تمام وبالتالي أنا عند الييلدينك بفترض إنه أي استيل منبر رح يصير له فشل عند مرحلة الييلدينك أو مرحلة الخضوع وبالتالي أنا لو بدي أطلع القوة أيوة عند مرحلة الييلدينك اللي بتحملها لستيل منبر إيش باجي بحكي باجي بحكي منسميها هاي القوة تمام او نومينال سرنك تقدر تسميها عادي طيب النومينال فورس اللي بتحملها المنبر عند الييلدنج هي شو بتساوي الاريا للمنبر ضرب واي ايريا الاريا الكلية اللي منسميها الجروس ايريا يعني التوتال ايريا للمنبر بدون اي استثناءات فبيجي بحكي لك البي نومينال بتساوي في حالة الييلدنج اذا صار للمنبر ييلدنج بتساوي الاف واي طبعا في الاريا جروس وهاي الحالة بشكل عام يعني لو كان عندنا احنا بلايت بهذا الشكل وظلينا نأثر عليها بقوة شد ايوة تمام فانه رح يصير لها بعد فترة او بزيادة قوة شد رح يصير الهيلدنج تمام فمتى رح يصير الهيلدنج عندما تساوي هاي القوة البي نومينال اللي هي بتساوي اف واي في الاريا جروس تمام طيب تمام وانا عشان السيفتي باجي بضرب هاي البي نومينال ما باجي بصمم عليها زي ما هي وانما باجي بقول للمنبر هي عبارة عن بضربها بريدكشن فاكتور تمام مقداره بوينت ناين فباجي بحكي بتساوي الفاي في الاريا جروس والفاي هنا بتساوي بوينت ناين او اللي هي بوينت تسعين بالمية يعني انا باخذ تسعين بالمية من القيمة هاي تمام ايوة هاي بسميها للمنبر لحد ما يصير يعني انا يوم بدي اجي اصمم او بدي اجي احكي له قديش للمنبر لحتى يصير بحكي له اياها مع وجود الفاي مع الضرب والسبب انا عشان السيفتي بدي المنبر يكون عندي سيف ما يصير له يعني ما يصير له يعني انا بدي اع يعني بدي اياه يكون سيفة بالتالي يعني مش انه مثلا او يعني اصممه على لانه اصممتوا على أنا فعليا هو انا مش سيف لانه انا القوة اول ما تصير البينوين فهو رح يصير مباشرة تمام وبالتالي يعني رح يصير فيلر في هذا المنبر اما انا يوم اجي احط الفايل بعين الاعتبار فانه انا عملت ريدكشن لقيمة الفورس هاي يعني هاي لو كانت مية فباجي انا بحكي انه بتحمل تسعين تمام بوينت تسعة في مية تمام يعني لو كانت هاي البينوين المقدارة مية فبالتالي باجي فينو بتحمل تسعين يعني انا قللت بمقدار عشرة ليش هاي العشرة عشان تمام طيب تمام هذا اول نوع من انواع الفشل الييلد واللي دائما بكون عبارة عن او الييلد سرس في الاريا جروس باخذوا ضرب الاريا الكلية طبعا لو اجينا الاريا البلايت والاريا جروس هاي هي الاريا العمودية على تجاه الفورس تمام طيب هاي البلايت شو الاريا لها الاريا لها هي عبارة عن الطول هاذ ضرب الثكنس للبلايت تمام اللي هو الثكنس في هذا الشكل تمام فهي عبارة عن العرض في الثكنس تمام فدائما هاي الاريا لانه هي الاريا العمودية على اتجاه الفورس الموجود عندي طيب ماشي هذا اول نوع من انواع الفيلر طيب النوع الثاني من انواع الفيلر اللي هو الربتشر تمام طيب ايش يعني ربتشر يعني يصير كسر طيب الكسر متى بصير احنا منلاحظ من الرسمي هاي يصير عندي على منبر بدون يعني منبر زي هيك سلد تمام ما في عليه اي فتحات ولا في عليه اشي مستحيل يصير الكسر قبل ما يمر بعملية اليلدنك تمام صح طيب بقولك صح طيب كيف معناته رح يصير الكسر ايواء وليش انا لازم اشيك على الكسر اذا انه يعني مثلا بناء على هاي الرسمي مستحيل يصير يعني هو قبل اليلدنك وانا اصلا بصمم على اليلدنك صح ولا لا قللك لا في حالي ممكن الكسر يصير فيها قبل اليلدنك متى يوما احنا نيجي نعمل هولز اي وجوه المنبر كيف يعني انا هذا المنبر او هاي البلايت اجيت بده odصلها مع بلايت ثانية تمام البلايت الثانية انا نيجي نسميها قصة بلايت تمام هاي البلايت الثانية تسمى قصة بلايت والقصة بلايت يعني عبارة عن بلايت صغيرة تمام احنا وصلنا عليها هاي البليت تمام طيب ماشي هاي البليت نفترض انه وصلناها في براغي مثلا بهذا الشكل احنا حطينا مثلا برغيين وصلناها طيب في هاي الحالة البرغي انت يوم تحطه معناته هو سبب ثقب ايش داخل هاي البليت صح طيب يوم هو يسبب ثقب داخل هاي البليت معناته القوة اي والقوة التنشن المؤثرة يوم تيجي هون اي ويوم تيجي هون تأثر فهي ما بتأثر على المساحة كلها وإنما هي بتأثر على المساحة هاي يعني المساحة هاي اللي بتشيلها والمساحة هاي بينما هاي المساحات هي مساحات مفرغة فيها براغي صح تمام طيب وبالتالي هنا في هاي الحالة انت قللت الاريا اللي بتشيل القوة التنشيل الموجودة عندي وبناء على هذا الكلام فإنه الربتشر ممكن يصير في هاي الاريا قبل ما يصير عندي يلدك وبالتالي يصير عندي فشل ناتج عن الربتشر تمام فشل ناتج عن اللي هو الكسر للبليت طيب هذا الرفتشر ايش باجي بحكي كمان مرة باجي بحكي انه عبارة عن اللي بتتحملو البليت ضرب الاريا هاي الاريا هاي بس الاريا هاي اللي هي يعني الاريا الكلية متروح منها الموجودة عندي تمام واللي هي هاي منسميها اريا افكتف طبعا احنا بنضربه طيب والأفكتف اريا اللي بتشيل المقدار التنصال والإفكتيف إيريا إلها علاقة بالنيت إيريا اللي هي عبارة عن الـ total area للمنبر هاي هنا منسميها كلها تمام ناقص أيش دياميتر أو ناقص الـ area للهولز أي ناقص الـ area للهولز هاي إيش منسميها نت إيريا والنيت إيريا لو ضربتها في فاكتور اسمه يوه تمام وهذا اليوه رح ندرسه لاحقا واللي هو إله علاقة يعني بمفاهيم أخرى تمام وهذا اليوه هو عبارة عن reduction factor ضرب الـ an هذا الإشي رح يعطيني الـ effective area اللي بتشيل التنصال stresses عند منطقة الوصلة بالبراغي أو حتى ممكن تكون الوصلة باللحان فيعني نفس المبدأ تمام وبالتالي هاي إيش بتساوي لي الـ p nominal في حالة الـ rupture لو مننا نجي نضربها في 5 reduction factor فمياجي بضرب هاي في 5 وهاي في 5 والـ reduction factor في حالة الـ rupture بقول لك أنا إذا بيصير عندي rupture أنا بخاف أكثر فبالتالي الـ reduction factor المفروض يكون أقل يعني بالـ yielding أنا ما كنتش خايف كثير تمام؟ أي ولا إنه الـ yielding لا يعني إنه كسر للمنبر وإنما المنبر بيستطيع زيادة أو بيخضع للـ load اللي جاي عليه تمام؟ فبالتالي ما بخاف منه كثير أما هون أنا بخاف كثير إنه يصير عندي rupture لأنه الـ rupture إذا صار بيصير فجأة تمام؟ وإذا صار فجأة معناته رح يصير إنهيار في المبنى عندي أو في المنشأة اللي أنا عاملها وبالتالي قل لك الـ FI هنا أخذها أقل الـ reduction factor وخذه 0.75% وهذول الـ reduction factors أنت لازم تكون حافظهم إنه هاي 0.75 وهاي طبعا بتساوي 0.9 طيب ماشي فإذا نلاحظ إنه الـ yielding موضوع بسيط وسهل يعني الـ FY طبعا لا الـ steel bar الموجود عندي طبعا بتكون معروفة الـ FY والـ F Ultimate بيكونوا معروفات يعني هاي الصفيحة نجيبها روح وفحصها في المختبر in-lab تمام أيوة المصنع اللي صناحها بروح وفحصها في المختبر وبيجي بيحكي لك والله إيه لها yield stress هالقد هي بتخضع عند الـ yield stress هالقد وهي بصير لها فييلر أو بصير لها رافتشر عند الـ ultimate stress هالقد تمام فهو يعني بعطيك إياهم طبعا إحنا الـ steel bars اللي بنستخدمهم يعني في المادة هاي أو أغلب الـ steel bars اللي بنستخدمهم في عندنا نوع اسمه A36 يومي يحكي لك A36 هاي معنى أنه الـ yield stress إلو عبارة عن 36 KSI تمام كيلو باوند على الإنشتربية طيب ماشي وأيضا الـ ultimate إلو هذا فحصوه لقوا أنه الـ ultimate إلو 58 KSI أيضا في عندنا ستيلز أخرى يعني أنواع أخرى هذا أحد أنواع الحديد المستخدم تمام في عندنا مثلا أنواع حديد إلها grade 50 يعني يومي نيجي نحكي grade 50 أيوة أنه يعني الـ yield stress بتكون 50 KSI تمام كي أس آي طيب والـ ultimate stresses للي grade 50 حكوا إنها 65 KSI طبعا هذا بعد الفحص مش هموا من عندهم يكا حكوا هاي الأرقام لا راحوا فحصوها في اللاب وطلعونا والله F-Y و F-ultimate لكل بار موجود عندي أو لكل بلايت أو لكل منبر بشيلة نصايل stresses موجود عندي فهنا الـ F-U والـ F-Y معروفات عندي أيوة والـ area gross أنا بقدر أعرفها لأنه المنبر هنا أنا بش بدي أجي أصممه وإنما أنا بكون بس بدي أجي أشوف قديش هو بشيل أو قديش القوة اللي بتحملها على بينما يصير الـ yielding تمام واللي هي الـ F-P في حالة الـ yielding اللي هي بتساوي 0.9 في الـ F-Y اللي بتكون معروفة في الـ area gross شو الـ 12 هاي الـ 12 اللي هي عرض البليت والـ 3 على 4 اللي هي سماكة البليت اللي هي هاي تمام هاي 3 على 4 فطبعا المساحة عندك بتصير 3 على 4 ضرب 12 هاي الـ area gross فالـ area gross هنا في هاي الحالة 12 ضرب 3 على 4 تمام اللي هي يعني 12 على 4 اللي هي فيها 3 3 9 بتطلع 9 إنش تربيل تمام المساحة فاضرب 9 في الـ F-Y مثلا لو الـ F-Y كانت لحديد A-36 ضربها في 36 وضربها 5.9 بطلع عندك الـ 5.9 فموضوع الـ yielding سهل جدا ما بده إشي يعني الـ area gross شو بدها اضرب طول في عرض تمام طيب الـ area gross لو كانت لـ sections زي هذول مثلا اللي هم اللي أخذناهم هون i section ايو او l section بتلاقي ما أعطيك مقياس يعني يعني بتلاقي ما أعطيك مثلا W section مثلا بده إياه 12 مثلا في 27 وهذه الأشياء حكينا عنها سابقا في الفيديوهات الماضية تمام انه W مثلا 12 27 طبعا هذا فرض من عندي هاي الأشياء بتروح من وين بتجيبها من المانيول تمام اللي هو AISC تمام هاي والستيل مانيول بتروح بتجيبها منه وبتطلع لها area gross وبتطلع لها أي إشي بالدكي تمام طيب والمانيول هاي موجود هنا لو رجعنا له هاي موجود هنا هذا هو تمام فإحنا ممكن يعني بالستيل مانيول نشوف هاي الشغلات هاي الساكاشن مثلا هاي لو رجعنا إلى وراء مثلا زي هنا هذا W section بيحكي لك والله W مثلا هذا section هاي هنا طبعا المانيول لازم تترف كيف تستخدمه تمام أي وغفة المهم يعني هذا W section مثلا لو إجينا قلنا منها W36 مئتين وستو خمسين طبعا هاي القيمة بتمثل وزن المنبر لكل فيت يعني هاي مئتين وستو خمسين اللي هي وزن المنبر اللي هي مئتين وستو خمسين باوند على الفيت تمام طيب و W36 في مئتين وستو خمسين قداش الاريا إلو 75. ثم أعطيكيها جازة فما في داعي والله هنا كنت تروح تحسبها أو كذا لا وهو معطيك أبعاد كل كل الأبعاد اللي بدكيها معطيك الدبث الدبث اللي هو المسافي هاي تمام كاملة هاي الدبث هي أصلا هو وحط لك هاي بالرسمة اللي هي قداش 37.4 ومعطيك هاي ككسر كمان تمام معطيك الثيكنيس للويب الثيكنيس للويب اللي هي هاي تمام أيوة معطيك الثيكنيس للفلاج هاي الفلانج اللي نسميها اللي الثيكنيس اللي فوق هاي الثيكنيس للفلانج معطيك البي للفلانج اللي هي عرض الفلانج وأيضا بيكون معطيك أشياء أخرى زي مثلا الكيوان التي أيوة يعني هاي الأشياء مش مهمة كثير أيضا بيكون معطيك الإنيرشة الإنيرشة للمقطع أيوة About X AX أيضا بيكون معطيك الإنيرشة About Y AX يعني هذا الـ X axis قديش الـ X هذا الـ Y axis قديش الـ Y للمقطع تمام أيوة بكون يعني معطيك كثير تفاصيل معطيك الـ S اللي هو معطيك الـ R اللي هو عبارة عن الـ Radius Geeration اللي هو الـ R شو بيساوي جذر الـ Inertia على الـ Area يعني معطيك كثير تفاصيل مانيول فأنت يعني بتقدر تستفيد من اللي بدك إياه طبعاً احنا شو بدنا هنا في هاي الحال الـ Area مساحات بس مندور مندور على Area Gross تمام لقدام راح نشوف التفاصيل الثانية طيب ماشي فإذا نهاي بالنسبة لـ Area Gross مثلاً يعني كيف تقدر تطلح على الساكاشن الأخرى أيوة أيضاً نيجب بالنسبة للـ Rapture الـ Rapture لاحظ أنه فيه شغلة مهمة وهي اللي بننطلحها اللي هي الـ Net Area يعني احنا في عندنا شغلتين لازم نطلع بالـ Rapture الـ Net Area بالبداية واللي هي هاي اللي راح نتعلمها إن شاء الله لاحقاً وأيضاً كيف نطلع الـ U اللي هو هذا الـ Factor أيوة أو اللي هو الـ Reduction Factor عشان نطلع إيش الـ Area Effective لو طلعنا الـ Area Effective نقدر نضربها بالـ F Ultimate والـ F Ultimate زي ما قلنا معروفة تمام ضرب الفاي وهيك نقدر نطلع الـ Capacity للـ Rapture من المساحات فيها براغي أو المساحات اللي فيها وصلات زي المساحات اللي مثلاً بكون في عندها ويلد يعني لو أنا مثلاً يجينا قلنا هاذ الـ Plate وديو وصلها بـ Gusset Plate وهونا حطيت الحام تمام؟ الحام برمزه له بتهشير رمز زي هيك طيب ماشي أيوة أنا هوا هاد الـ الحام اللي جيت حطيته فممكن يصير هون في عندي رابشر تمام؟ ممكن يصير الـ Rapture طبعاً على هاي الصفيحة وممكن يصير رابشر على الـ Gusset Plate عادي يعني فإحنا طبعاً بالعادل نفحص على الصفيحة الأقل احنا منكون اتعلمنا اه في هذه المحاضرة اه درستنا بداية يعني مقدمة عن التنشن ممبرز وايضا اتعلمنا انه في عندنا نوعين من الفيلرز اللي ممكن يصيروا اول نوع شرحناه بالتفصيل اللي هو نوع الهيلد اه فيلر تمام واللي بقدر اطلع من خلاله الهيلد كباستي واللي هي هي موجودة هنا بالسلايد اللي هي عبارة عن في نومينال اف واي الهيلد استرس طرب الاريا جروس اللي هي التوتال ايريا ايوه وبضربها في فاي عشان اطلع البي التميت والبي الهيلد ايه هنا في سفاي بي نومينال تمام واللي بتساوي في 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 الفاي هنا قيمتها بوينت تسعة وهو عبارة عن ايضا عندنا النقطة الثانية اللي هي تاعة اللي ممكن تصير عندي وهيها موجودة هون ايوه تاعة الربشر بيقول لك في الاريا افكتف وطبعا الاريا افكتف بتساوي اليوه ضرب الاريا نت ورح نتعلم ان شاء الله لاحقا كيف نطلع الاريا نت وكيف نطلع اليوه وطبعا الفاي هنا في حالة الربشر بتساوي بوينت خمس سبعي بالنسبة لليلدنك الموضوع تاعه سهل يعني لو بدك تيجي تشيك علي يلدنك لا اي سؤال بدك تشيك علي يلدنك بس رح طلع الاريا روس تمام يعني وجيت اعطيتك مثلا اي سكشن او مثلا اي بليت مثلا ايوه نيجي مثلا نقول مرة ثانية مثلا عشان تتأكد الفكرة وقلت لك والله هي بدي لبليت هاي ابعادها مثلا نص في اثناش نص في اثناش قداش مساحة تماماته نص في اثناش اللي هي ستة هاي مساحة تمام طي فهي انا وصف اثناش مساحة طب الاف واي الها AIDS لقلت لك اريد انا بعطي في في ايه ويه ارى اونه المثال السؤال بعطي ايا ايه مثلا خمسين خمسين KSI خانص واربهم في بعض وضرب خمسين في ستة تمام هاي طلعت البينو من ال اضربها في فال اشان نطلع الكبازته الكبازته الناتجة لدي اللي هي بوينت تسعة خمسين في تكمل إليه ستة في خمسة إليه ثلاثين يعني ثلاثة بتسعة يعني تقريبا مئتين وسبعين تطلع تمام تطلع حوالي مئتين وسبعين طبعا بالكيلو باوند تطلع تمام لأنك انت يوم تضرب كيلو باوند على إنش تربيع هذا ضرب الإيريا اللي هي إنش تربيع تروح إنش تربيع مع إنش تربيع بظل عندك لود اللي هو كيلو باوند وانت هيك طلعت تمام؟ أو اللي هي الكبسة إلي المقطع الناتجة عن اليلد أما بالنسبة للكبسة الناتجة عن الربتشر فأنت بدك تجي تطرب بالإيريا إفكتف والإيريا إفكتف رح نتعلم كيف نطلعها في المحاضرات اللاحقة بس آخر ملاحظة قبل ما ننهي هاي المحاضرة تمام؟ واللي هي بالنسبة للربتشر طيب الربتشر ليش يعني هو بصير عند الهولز أي وقل لك لأنه يوم يصير في عندي هولز هسا القوة هاي يوم تأثر على المنبر فعليا هي بتتوزع على كل المساحة تمام؟ بتتوزع وتعمل تنصال 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 ت ايوه احنا شلناها صح فبالتالي تنصى على البلايت راح تكون عالية هون يعني اللي كان اصلا هون موزعات احنا شلناهم وحطيناهم هون على الاطراف تمام وبالتالي انا هنا في عندي بهاي المنطقة عالية ايوه وهي اللي هي بتوصل للف التمت يعني بتكون معادية مرحلة اليلد تمام وبالتالي يعني بقول لك هون الاف ماكسما بتكون يعني الثلاث اضعاف الف افرج اللي الموجودة هون وبالتالي بتكون يعني موسطة لمرحلة تمام ايوه وبناء على هذا الكلام لأجيل هكي جينا قلنا في الاريا فيكتف تمام فبالتالي قال لك هاي يعني مثلا هاضر في قرر الالتيمت كونيكشن او كونديشن استرس ديستربيوشن ويذ غولت بريزنت اصلا مفروض هنا عند الهولت بريزنت يكون عندنا اف التيمت مش اف ييلد تمام ايوه فبالتالي هاي عبارة عن اف طبعا هو عملها على شكل مستطيل لانه قال لك انا بس دا دروس بحارة الاف اللي هي كانت الالتيمت السلزز وين موجودة هون تمام فانا بداخد الالتيمت السلزز اللي هني اصلا بصير عليهم فيلر تمام ايوه وبناء عليهم اطلع الكباسيتي للمقطع اه في تحمله لا اه حدوث او في تحمله لللود قبل ما يصير ذو رابتشر تمام طبعا انا يوم اطلع في بي نومينل الناتجة عن الييلد وفاي بي نومينل ايوه الكباسيتي ايضا الناتجة عن الربشر مين باجي بقول الكنترول بيهم الناتجة عن الربشر الكنترول يعني بتتحكم لي بالتصميم او اللي ممكن تصير قبل الثانية تمام او اللي ممكن يفشل عليها المقطع قبل الاصغر صح يعني لو انا مثلا هاي القيمة الييلد كانت اصغر يعني لو كانت هاي مية مثلا هاي مية وخمسين مين اللي بتصير اول هاي يعني احنا بنوصل للمية قبل المية وخمسين فبالتالي هاي بتكون كنترول يعني اللي المقطع رح يفشل ي قبل ما يفشل رابتشر طب لو كانت رابتشر مثلا خمسين وكانت هاي مية معناته المقطع راح يفشل على رابتشر ينكسر قبل ما يصير دو يلدك تمام تمام فايذا هاي اخر فكرة بتمنى بهاي المحاضرة وان شاء الله في المحاضرات القائدة راح نبلش انوضح رابتشر وكيف نطلع الاريا افكتف وكيف نطلع تيرمات تعاتي لهم اليوه ونطلع الاريا نت تمام ولهون بتكون انتهت محاضرتنا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في امان الله